موسيقى المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملفات هذه الليلة موسيقى تغييرات في مواقع السلطة في السودان غدا تعلان حال الطوارئ البشير يعين وزير الدفاع نائبا أول له والحزب الحاكم يؤجل مؤتمره فهل أصابته الأزمة موسيقى هل احتجاجاته تتواصل رغم حال الطوارئ وتجمع المهنيين السودانيين وقوى معارضة يؤكدون تمسكهم بمطلب تنحي البشير موسيقى واشنطن تصعد على حدود فانزويلا مع كولومبيا والبرازيل لكسر وحدة الجيش البوليفاري وما دورو يخطأ العلاقات مع كولومبيا ويؤكد استمرار حكومته في إدارة جمه البلاد موسيقى إلى مرحلة الانقسام السياسي والشعبي انتقلت الأزمة في السودان مع أعلان الرئيس البشير حال الطوارئ وإجراء تغييرات حكومية وتعين نائب أول للرئيس حيث يبدو أن الأزمة طالت حزب المؤتمر الحاكم الذي أعلن عن تأجيل مؤتمره المقرر في أبريل نيسان المقبل فهل يعكس ذلك خلافات داخل الحزب الحاكم حول كيفية مواجهة الاحتجاجات التي تحمل عنوان تنحي البشير قراراته والبشير أخفقت في تهدئة الشارع فهل يلجأ نائبه وزير الدفاع إلى الخيار الأمني وما هي خيارات المعارضة ونناقش في المسائية التطورات على حدود فانزويلا حيث تصر الإدارة الأمريكية على مواصلة حملتها لإسقاط مادورو في إطار استراتيجية استعادة الهيمنة على أمريكا اللاتينية والاستيلاء على نفط فانزويلا الرئيس مادورو أكد الاستمرار في إدارة شؤون البلاد وقرر قطع العلاقات مع كولومبيا وطرد دبلوماسيها من كاركاس فهل تلجأ واشنطن إلى خيار التدخل العسكري المباشر أم تقوم بتفجير فانزويلا من الداخل عبر السنساخ تجارب أبرزها الحرب في سوريا أعلن رئيس قطاع التنظيم في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بسودان حامد ممتاز تأجيل مؤتمره العام الذي كان مقررا في نيسان أبريل المقبل إلى أجل غير مسمى وكلف نواب رؤساء المؤتمر في الولايات رئاسة مكاتبه في المرحلة المقبلة الرئيس عمر حسن البشير عين وزير دفاع الفريق أول عوض بن عوف نائبا أول له وعين محمد طاهر إلى رئيسا لمجلس وزراء وذلك غدا تعلاني حال طوارئ في البلاد في غضون ذلك نفذت المعارضة وسلسلة التظاهرات للمطالبة بتنحي البشير تجمع المهنيين السودانيين أكد استمرار التظاهرات حتى تنحي البشير فيما أكد حزب الأمة حركة العدل والمساواة أن خطاب البشير مخيب للأمال ويخلو من أي رؤية لمغالجة مشاكل البلاد لم يمتص الغضب لا بل إن نيرانه ازدادت اتقادا وعلى عكس ما أراد البشير لم تكن الليلة الماضية هادئة وحالة الطوارئ المعلنة ضرب بها المحتجون عرض الحائط إذ خرجت تظاهرات ترفض خطاب البشير وتصر على تنحيه تجمع المهنيين السودانيين المنظم للاحتجاجات يصر في بيانات متكررة منذ الأمس على أن الهدف هو إسقاط النظام بالكامل وتصفية مؤسساته إذن لا يلقى خطاب البشير آذانا صاغية لديهم فالرجل كان قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام وحل حكومة الوفاق الوطنية والحكومة الولائية لافتا إلى أن السودان تجتاز مرحلة صعبة ومعقدة هي الأصعب في تاريخها أدعو البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه فتحا للأبواب أمام إثراء الحياة السياسية بالحوار البناء والمبادرات الوطنية الخالصة يحذر البشير من المصير المجهول ويشدد على ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار لتجنيب الوطن المصائب فيما تتمسك المعارضة بكلمة واحدة كررتها في تظاهرات اليوم وهي الثورة المشهد في السودان إلى المزيد من التعقيد أما القرارات الجديدة للرئيس عمر البشير فيبدو أنها ستساهم في تفاقم الأزمة هذا تقرير لغراسيا بيطار أكثر من عشرة قرارات أصدرها عمر البشير من دون أن يرف جفن احتجاجات الشارع الحوار مقطوع بين الدولة والشارع السوداني الذي يغليم ذو كانون الأول ديسمبر الماضي رقعة الاحتجاجات التي تتسع يقابلها البشير بحزمة تعينات وقرارات قوى معارضة تتحدث عن محاولة بائسة لإفشال الثورة فهل جاءت خطوة البشير متأخرة؟ ماذا يعني أن يعلن البشير وقوفه في منصة قومية وعلى مسافة واحدة من الجميع موالين ومعارضين؟ وما هي مفاعل حل الحكومة مثلا؟ أصوات معارضة تصف هذا الإجراء تحديدا بالخطوة الصورية التي سيبقي البشير من خلالها على الوجوه نفسها التي ارتبطت بالفشل والفساد في البلاد على حد تعبيرها الأزمة في السودان معقدة بعض مراكز البحث لا تستبعد احتمال حل دموي للإحتجاجات وانشقاق الجناح المنافس للرئيس البشير داخل الحزب الحاكم والانضمام إلى المحتجين وتأجيل المؤتمر العام للحزب الحاكم يعزز ربما هذه الفرضية مقابل من يستبعد نجاح الإحتجاجات الحالية في إنهاء حكم البشير مع العلم أن ثمة معلومات متداولة حول لجوء النخبة السياسية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى سحب الدعم لمحاولته إعادة انتخابه عام 2020 والسماحة لخليفة له بالظهور في نهاية الأمر فهل يكون وزير الدفاع عوض بن عوف الذي عينه الرئيس نائبا أول له مثلا؟ أو ربما مدير جهاز الأمن صلاح قوش الذي بات يتقدم المشهد السوداني السياسي؟ الثابت أن البشير نوع في ولااته من الغرب إلى الخليج في الشرق وهو حاليا يحاول أن يبعد عنه كأس تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في أي سيناريوهات محتملة المعارضة وفي مقدمها تجمع المهنيين تواصل حراكها على قاعدة أن ساعة النصر دنت والنظام في انهيار وملائكة أمريكا حاضرة من خلال زيارة مدير شؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي سيريل سارتر إلى الخرطوم عشية صدور القرارات البشرية الحلول في السودان لا تبدو سهلة ولمناقشة هذا الملف معنا من الخرطوم نائب رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني دكتور محمد المصطفى الضو دكتور محمد كان لافتا أن خطاب الرئيس عمر حسن البشير رغم ما جاء فيه من إجراءات مباشرة وفورية ومنها ما يتعلق بالتعديلات الدستورية أمام البرلمان إلا أنه لم يستطع أن يوقف التظاهرات أو الدعوة إليها ما هي الأسباب لعدم التجاوب مع الخطاب أخي الكريم هذه العبارة لا بد أن تكون دقيقة هناك تجاوب كبير وضخمة جدا مع هذا الخطاب من القوة السياسية الحية ومن جموعة الشعب السوداني والذين لم يتجاوبوا مع الخطاب قلة نأمل أنهم يستجيبوا لأن لغة الخطاب تشكل مشروع أو الخطاب في فحواه يشكل مشروع سياسي الضخم ضخم بمعنى الكلمة فهذا المشروع السياسي الضخم مطلوب من القوة السياسية أن تتجاوب معه لأن لغته لغة الحوار والتوافق والتبادل السلمي للسلطة في النهاية والتوافق حول الغضايا الوطنية الكبرى وحول المصالح الوطنية العليا وحول كيفية إدارة شأن البلاد والتوافق نريده كذلك حول الدستور الدائم للبلاد أو الدستور المتوافق عليه وحول الإجراءات التبادل السلمي للسلطة من غوانين ومن ضمانات وما إلى ذلك لكن دكتور محمد بعد الخطاب مباشرة كان هناك نوع من التسابق بين كثير من القوى السياسية أنا أستطيع أن أسمي بعض القوى التي أصدرت بيانات في هذا الشأن مثلا تجمع المهنيين في السودان حزب البعث حزب الأمة وغيرها هذه التيارات هذه الأحزاب كلها رفضت مضمون الخطاب وقالت سنبقى نتظاهر حتى تنحي الرئيس أخي الكريم ربما هذه مواقف مبدئية الآن يجري التواصل بين الغواء السياسية تواصل حسيس وتواصل حي ونحن متفائلون أن يسفر هذا التواصل عن استجابة لصوت العقل ومنطق الحوار هو المنطق الأغوى ومنطق التوافق السياسي هو المنطق الأغوى ومنطق التبادل السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمغراطية المعروفة عالميا هو المنطق الأغوى والاستفاف الوطني حول قضايا الوطن مصر للقضية الاقتصادية وهو المنطق الأغوى وفتح الأبواب يعني واسعة أمام الحوار وأمام الجلوس لمناقشة الغضايا التي تهم الوطن والقضايا السلام كلها غضايا هي ذات المنطقة الأغوى تتوقعون دكتور محمد أن هذه القوى ستغير رأيها عن المواقف المبدئية التي قالتها لأنه كثير يعني تحالف الإجماع الوطني مثلا يقول الدعوة إلى الحوار عفى عليها الزمن تجاوزها الزمن هل هذه القوى ستغير رأيها الآن يعني ولماذا ليش أطلقت لماذا أطلقت مواقف مبدئية وبعد قليل كما حضرتك تقول أنها ستغير وستنخرط في الحوار أخي هذه المبادرة هذا المشروع الذي أطلق الآن مشروع قوي له غوة دفع ذاتية وله غوة إغناع عالية جدا من يعزل نفسه عنه سوف ينعزل عن الراية العام السوداني وعن جموع الشعب السوداني ومسيرة الحوار مسيرة بدأت من قبل وشكلت إجماعا كبيرا في الحوار الوطني ومخرجاته والآن فتح الباب كبير جدا لاستيعاب أي رؤى جديدة في هذه الرؤى فما لديه رأي فليأتي وليضعه وليضمنه ضمن هذه الآراء وضمن هذه الوسيغة التي أصبحت تشكل البرنامج السياسي للمرحلة الغادمة هناك غضية اقتصادية هذه الغضية الاقتصادية هي غضية وطن غضية الوطن فتح فيها الباب كبيرا وربما دعية الجمعية العمومية للحوار وربما تخرج برأي أن يكون هناك منتدن اقتصاديا كبير يمكن أن يشارك فيه الجميع من أجل الوطن فالدعوة الآن دعوة قوية جدا ودعوة صادقة من الأخ الرئيس وهو يمسك بزمام المبادرة الآن وتجد استجابة عالية فمن لم يستجب لهذا الأمر هذا يعني أنه من يرفض سلوب الحوار ومن يرفض منطق الوفاق حول الغضايا الوطنية الكبرى هذا يعني أنه يتجه اتجاه آخر غير محمود وغير مرغوب وهذا الشعب السوداني شعبي واحد هل صحيح دكتور محمد أن هذه الإجراءات وهذه الدعوة ومن يقبلها ومن يرفضها هل صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية قريبة مما أعلنه الرئيس البشير أخي الكريم أن هذه المبادرة مبادرة داخلية من السودان والسودان يتعود أنه يقدم مبادرات بالذات السيد الرئيس الجمهورية قاد مبادرات عديدة من أجل لم الشمل الوطني والولايات المتحدة وغيرها من الدول لها مصالح في هذه المنطقة ترتبط بالاستغرار في هذا الإغليم والسودان تعلمون أن دولة مؤثرة في محيطها وله تأثير بالغ جدا في قضية الاستغرار في هذا الإغليم وله تأثير بالغ جدا في قضايا تهم المجتمع الدولي وتهم الأمن والسلم الدوليين لذلك السودان الآن ينال تقدير ويلال اعتبار كبير جدا بالنسبة للدول العظمة وبالنسبة للإغليم وكثير من الدول يعني المبادرة دكتور محمد لا علاقة لها بزيارة المبعوث الأمريكي مدير شؤون أفريقيا في مجلس أمن القوم الأمريكي سيريل سارتر إلى الخرطوم هذا الأسبوع لا يمكن أن الولايات المتحدة تقدم مبادرة بتفاصيلها ولكن لدينا حوار مفتوح مع الولايات المتحدة الأمريكية حول غضايا معلومة ويعلمها كل العالم وتعلمها كل الأجهزة الإعلامية فهذا الحوار الآن يتقدم إلى الأمام بصورة حسيسة وربما نتوقع منه نتائج إيجابية عما قريب وهذا مشروع لم يبدأ اليوم ولم يبدأ بهذه الأزمة الولايات المتحدة الأمريكية صرحت على لسان وزير خارجيتها أنهم يعتبرون أن غضية السودان غضية داخلية والحل فيها يأتي من الداخل ولذلك هم أي مبادرة تأتي من الداخل حديثهم يشير أن هذا هو المفضل لأن هذا الأمر شأن داخلي ويعتقدون أن السودان غادر على تجاوز هذه الأزمة والخروج منها بصورة أغوى بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا ما نستعد له إن شاء الله سبحانه وتعالى فلذلك أخي الكريم هذه المبادرة لها هو الدفع وتنال الرضا واسع جدا وربما لا يرضى عنها جميع الناس وليس المطلوب أن يرضى الرضا الكلي والإجماع مطلوب ولكن إذا لم تتحقق الإجماع الكلي فالمسيرة لن تتوقف لا بد أن نسير في مسيرة الوفاق لأن البديل للحوار والبديل للوفاق هذا يعني التصادم والتصادم يعني منزلغات مرت بها كثير من الدول ويعي الشعب السوداني أن هذا الأمر لا بد أن يسير بطريقة الوفاة وطريقة السلام وتجنيب البلد طيب بكتور محمد كان من المفترض عفوا كان من المفترض أن يكون معنا أستاذ خالد عمر يوسف الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني من لندن ولكن حتى هذه اللحظة لم نتمكن من التواصل معه أو في مشكلة حتى اللحظة في ظهوره من هناك لذلك أنا سأطرح ما تقوله المعارضة عموما عليك بسبب غياب موقفها عن حوارنا سأقول لك ما هي المواقف التي تقول المعارضة وحضرتك يمكن أن تقول رأيك اليوم تطرح أو تطرح المعارضة أو يطرح الكثيرون في السودان مقارنة مع تعهد الرئيس أو إشارة الرئيس السوداني إلى عدم الترشح في انتخابات 2015 ولكنه ترشح وبالتالي تجري المقارنة الآن بين ما قاله حول التعديلات الدستورية أي عدم الترشح في انتخابات 2020 وبين الانتخابات التي أشير أنه لن يترشح فيها ولكنه ترشح في 2015 نعم أخي الكريم السيد الرئيس طلب من البرلمان رجاء أن يرجع هذه التعديلات الدستورية وهذه التعديلات الدستورية جاءت بمبادرة من عدد من نواب البرلمان بلغ عددهم 294 نائبا وكان من المفترض أن تناغش في المرحلة السابقة حسب اللايحة بعد 60 يوم وهذه التعديلات الآن طلب إرجاءها وسوف ترجع لأن البلاد تمر بظروف استثنائية هذه الظروف الاستثنائية تطلب أن نرتب الأولويات في هذه المرحلة وأن يجمع الصف الوطني ولا بد من اصطفاف وطني وجمعية الحوار التي سوف تدعى وأبواب الحوار التي سوف تفتح وكذلك هناك أبواب ونداءات للقوة التي لا زالت تحمل السلاح أن تأتي وتجلس للحوار من أجل إكمال مسيرة السلام كل هذه متغيرات يمكن أن تختم بالدستور وضع الدستور بمشاركة الجميع الدستور المتوافق عليه وكل هذه كذلك تشكل متغيرات لما نقول دستور متوافق عليه بمشاركة الجميع ما يتمخض عنه الدستور وما يضعه الدستور هو الذي سوف تسير عليه البلاد لذلك يجب أن لا نستبق الحوادث ولا نستبق الأمور والسيد الرئيس لم يذكر تفاصيل لأنه فتح الأبواب وترك المشاركة في التفاصيل وفي الحلول للجميع فالمطلوب من الجميع أن يستجيب لهذا النداء الوطني الخالص وأن يستجيب للنداء الحوار والنداء التوافق وما يتمخض عنه الإجماع الوطني والتوافق الوطني والذي سوف تسير عليه البلاد لذلك لابدت أن نتجنب الافتراضات التي لم يأتي أوانها حتى الآن صحيح في افتراضات ولكن طرحنا مسألة المقارنة مع 2015 لأن المعارضة بدأت تتحدث في بياناتها عن التنحي فقط لا تريد أن تدخل في مسار آخر الآن حضرتك تقول أن الموقف سيتغير أو أن القادم هو نوع من المرونة ولكن حتى هذه اللحظة ما أعلن غير مشجع من قبل القوى السياسية هلأ ماذا سيحدث بعد ذلك؟ شو المعلومات الموجودة عندك يا دكتور محمد؟ لا نعرف أنت أدرى ربما لكن المعلن حتى هذه اللحظة لا يبدو مشجعا لجهة الحوار هنا لدي سؤال دكتور محمد حول موقع السودان السودان كان لديه كثير من المشاكل على المستوى الدولي والأقليمي لأسباب عديدة لها علاقة بتحالفاته وموقعه لكن كان هناك مراجعة من قبل الحكومة السودانية من قبل رئيس عمر البشير وانتقل السودان تقريبا إلى التقارب مع الغرب ومع الخليج تحديدا لماذا لم يحل هذا المشاكل الاقتصادية للسودان؟ أخي الكريم أولا جزء الأول من السؤال هناك مطالب برحيل النظام السؤال الذي يطرح نفسه من حق أي حزب أن يقدم نفسه أو أي قوة سياسية كبديل للنظام الغايم هذا حق كفله الدستور وهذا أمر معتاد في كل الديمقراطيات في العالم فهل عندما تطالب مجموعة أو فئة أو مجموعة متظاهرين برحيلة ضي النظام هذا يعني أن يأتي السيد الرئيس النظام ويسلمهم والسلطة في الميادين؟ بالتأكيد الإجابة لا ولن يحدث هذا أصلا فلذلك من حقهم أن يقدموا أنفسهم ولكن الحكم من هو الحكم؟ لا أحد يجب أن يدعي أنه يمثل رأي الشعب السوداني الشعب السوداني يمثل نفسه ورأي الشعب السوداني يؤخذ عبر الانتخابات وهي الوسيلة الديمقراطية المعتمدة عالميا للتبادل السلمي للسلطة فليقدم كل من يريد أن يزغط هذا النظام وأن يريد الذهاب النظام نفسه وبرنامجه للشعب وغياداته لهذا الشعب وأن نتفق حول الانتخابات وطريقة إجرائها والضمانات هذا موضوع للحوار الضمانات التي تضمن أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة برغابة دولية ورغابة إغليمية ورغابة داخلية فإذا الشعب السوداني وافق وأعطى الحق التوفيط لأي جهة من الجهات من حقها أن تحكم هذا الحديث يعتبر دعوة للعنف في السؤال الثاني الذي طرحته عليك لكن اسمح لي قبل أن نسمع إجابته حول موضوع الأزمة الاقتصادية أن نستقبل معنا من لندن الأمين العام لحزب المؤتمر السوري الأستاذ خالد عمر يوسف أستاذ المؤتمر السوداني نعم من لندن أستاذ خالد أسعد الله أوقاتك بداية ويقول أو ما قاله ضيفي خلال المداخلات ملخصه أن ما قاله الرئيس البشير يعتبر مشروعا كبيرا وجادا ومن يريد أن يلتحق به المطلوب هو رأيه الأغلبية وليس من الضرور أن يكون الكل موافقين عليه ولكنه سيشكل حلا للمواضلة السياسية والاقتصادية في السودان ماذا تقولون حول هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس عمر البشير والتي يبدو بأنها ألقت حجرا في المياه الراكدة بالنسبة للأزمة مساء الخير عليكم مساء الخير عليكم أبتداء أنا أفتكر أنه المبادرة التي قدمها البشير لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به الاستفتاء الحقيقي على مطالب الشعب السوداني تم في شوارع البلاد في 18 ولاية في أكثر من 50 مدينة بأردم 54 شهيد قتلهم البشير ونظامه لأنهم عبروا عن رأيهم سلميا مطالبين برحيل هذا النظام الحديث عن الحوار مضحك ومكي لأنه نظام البشير هو نظام اشتهر بنقضة العهود والمواثير وقع هذا النظام عشرات الاتفاقيات مع عشرات الحركات المسلحة والقوى السياسية وظل ينقضها باستمرار ومن المضحك فعليا أنه في ذات اليوم الذي دعا فيه إلى الحوار الوطني بالأمس قام بحل حكومة الوفاق الوطني التي شكل الحوار الوطني الذي شاركت فيه الأحزاب المتوالية والمتحالفة مع النظام والمضحك أيضا أنه في ذات اليوم الذي يدعو فيه الحوار قرر إعلان حالة الطوارئ في البلاد ومن المدهش أن يدعو قوى المعارضة للحوار الوطني في حين أنه قيادات القوى السياسية موجودة خلف السجون رئيس حزب المطور السوداني عمر الدقير وأكثر من خمسين من عضو الحزب في السجون قيادات القوى الإجبار الوطني قيادات قوى ندار السودان كلهم هم خلف السجون بالتالي البشير لم يقدم أي مبادرة البشير يسعى لشراء الزمن لكن أستاذ خالد عمر يوسف ألا تعتقد بأنكم في المعارضة تسيئون التقدير بالنسبة لما قاله الرئيس عمر البشير خاصة أن يبدو أن هذه المبادرة هذا أشار إليه ضيفي في الخرطوم وأشار إليه كثيرون اليوم المبادرة أو ما قاله أو الإجراءات التي تحدث عنها الرئيس البشير لا يبدو أنها غير مدعومة من قوى دولية غير مدعومة دوليا بمعنى أنها تلقى رعاية دولية وأنت تعرف جيدا خصوصية السودان فيما يتعلق بالوضع الجديد الذي هو عليه سواء كان بالعلاقة مع أمريكا وجود السودان على قائمة الإرهاب في مفاوضات الآن لإخراجه من قائمة الإرهاب وغير ذلك من أعطى الوصفة اليوم كما يقال للرئيس البشير هو الولايات المتحدة الأمريكية وعليكم أن بمعنى أن تلحظوا ذلك في المعارضة والله أحيانا أشك أن المبادرة القدمة أميس هي مدعومة دوليا هي ليس مدعومة دوليا ولكن هو يسعى لاستداد دعم الدولي من خلال هذه المبادرة يسعى لرسال رسائل للخارج بأنه في طريقه للتخلص من الإسلاميين ولعسكرة النظام كواحد من الشروط المطلوبة منه الخارجيين ودي محاولة باسة لسببين السبب الأول هو أنه دائما الإرادة الغلابة ويتحدد مسار الأحداث داخل أي بند هي الإرادة المحلية ولم يحدث في تاريخ السودان أن توحدت الإرادة المحلية على مطلب واحد مثل مطلب تسقط بس مطلب رحيل النظام الآن إعلان الحرية والتغيير الذي تم توقعه بسطة قوى المعارض وضم كل القوى المسلحة كل القوى المدنية كل المعارضة المهنية كل منظمات المجتمع المدني ووجدت التفاف غير مسبوك التظاهرات التي استبرت بشكل منظم على مدى شهرين هي مسألة هذه الوحدة بالتالي لا تستطيع قوى إقليمية أو دولية أن تقف في وجه إرادة الشعب السوداني المسألة الثانية البشير لا يستطيع أن يسوق نفسه هو ونظامه كعامل الاستقرار إطلاقا لأنه واحدة من أهم سمات السياسات الخارجية لهذا النظام هي مسألة التقلب بين المحاور هذا النظام يصبح مع إيران ويمسي مع السعودية هذا النظام يقضي الصيف في واشنطن ويقضي الشتاء في موسكو هذا النظام متقلب بين المحاور بحيث أنه لا يمكن لأي قوة إقليمية أو دولية عاقلة لكن في هنا أستاذ خالد قبل أن أعود إلى الخرطوم لكن أستاذ خالد أستاذ خالد تسمعني نعم أستاذ خالد أستاذ خالد ولكن أستاذ خالد هناك مسار هناك مسار سياسي هناك مسار سياسي استراتيجي يخص موقع السودان في العالم العربي وفي الإقليم عموما في اشتراطات أمريكية في مفاوضات في مسألة الجنائية الدولية في مسألة الحريات وغير وإلى خير موضوع كاشتراطات لرفع السودان عن قائمة الإرهاب وهناك وعد أمريكي بذلك ومفاوضات تجري المعارضة وحركة الاحتجاج تنسف هذا المسار وتضع القوى الدولية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية أمام متغيرات لا تعرف ما هي مآلاتها ولذلك أنا قلت لك من البداية بأن الوضع يبدو تغير في السودان وأن هناك قوى دولية لا تريد لحركة الاحتجاج أن تستمر أنا أفتكر أنه على العكس تماما أولا لا شيء استراتيجي يمكن تأسيسه مع نظام غير ذو مشروعية ومع نظام تبقت له أيام معدودات في السلطة لا شيء استراتيجي يمكن تأسيسه مع مثل هذا النظام أي علاقة مع هذا النظام هي علاقة لحظية تزول بزواله بفعل أمر الشعب إذا فيها طرف دولي أو إقليمي عاوز علاقة استراتية العلاقة الاستراتية هي أسيسه مع الشعب السوداني لتحقيق مصالح الشعب السوداني رقم واحد رقم اثنين العملية بتاعة التطبيع مع الأمريكان أو مع الاتحاد الأوروبي أو مع دول المحيط الإقليمي مبنية على معادلة فرض الاستقرار في السودان والإقليم فرض الاستقرار في السودان والإقليم مرتبط حقيقة بزوال هذا النظام لماذا؟ لأن هذا النظام ابتداء هو لدخل السودان في علاقات عدائية مع دول المحيط الإقليمي بلا استثناء لأنه بتقلب بين المحاور هو عاد كل الأطراف الإقليمية في فترة من فترات التاريخ الطويل في السلطة وإضافة لذلك الاستقرار في الإقليم مربوط باستقرار السودان أولا السودان الآن دولة غير مستقرة السودان الآن دولة على شفى الانهيار بسبب تمسك شخص واحد ونظامه بالسلطة لأنهم بيربطوا ما بين مصيره والشخصي وما بين مصير البلاد المشير لما نتكلم عن المعادلة الصفرية هو وضع المعادلة الصفرية بأنه دائر يرهن مصير البلاد بمصيره الشخصي وبالتالي طالما رفض الشعب لاستمراره في السلطة فإنه تمسك بالسلطة والدعم إذا تغفر له دعم إقليمي للتمسك بالسلطة هو دم عادلة الانهيار لكن نقطة أخيرة أستاذ خالد قبل أن أنتقل إلى الخرطوم لأسمع ردود من الدكتور محمد أليس بديل الحوار هو الدماء في السودان ألا تلاحظون أو ألا تعتبرون من ما جرى في بلدان عربية مجاورة من سيناريوهات دمار لهذه البلدان ألا يعني رفض الحوار أن الأمور ستذهب إلى مزيد من التأزيم لا 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 هذه صورة مقلوبة طبعا يا أخي العزيز هذا النظام نظام لا يستطيع هذا النظام ويديه ملطختين بالدماء أن يحدث الناس عن الحوار والحل السلمي هذا النظام الذي يزبح الناس في الشوارع إذا أراد حل سلمي عليها أن يتوقف عن دبح الناس في الشوارع وتسليم السلطة الممثلة للشعب هذا النظام نظام جاء كما البلد قاعدة مستقرة وفي أمان الله وفي تداول سلمي للسلطة هذا النظام جاء عن طريق انقلاب عسكري وفرض حكم بتاع إبادة جماعية قتل 2 مليون في جنوب السودان قتل 300 ألف في دارفور ونقط كل محاولات كل محاولات التوصل لاتفاق سلمي نقضى ومزقها بالتالي هم لا يستطيعون أن يتكلمون على الحوار لا يستطيعون أن يتحدثون على الإقصاء إذا أرادوا مخرج سلمي للأزمة في البلد عليهم أن يسلموا السلطة لحكومة انتقالية تهيئ البلاد لانتخابات حر وديمقراطية ينتقب فيها الشعب ممثله بدون تدخلات تسمح لي أن نسمع رأيي لدكتور محمد المصطفى نحن دعاة الانتقال السلمي وهم دعاة الحرب والقتل نحن لا نحمل فائدين أسلحة أستاذ خالد نحن لا نحمل فائدين أسلحة نحن سنين نسمع رأيي دكتور محمد في كل ما قلته لكن أريد إذا سمحت دكتور محمد أن ترد على نقطتين أساسيتين ولك الحرية في النقاط الأخرى مسألة المحاور التي تحدث عنها الأستاذ خالد والانتقال بين المحاور عندما انتقل الرئيس البشير أو السودان إلى محور الغرب والخليج كان من المفترض أو كان من المنتظر أن يتم حل المشاكل الاقتصادية للسودان هذا لم يجري لماذا المسألة الأخرى التي أشار إليها الأستاذ خالد هي مسألة الإسلاميين في السلطة أو في المؤسسات الأمنية السودانية تم إبعاد هؤلاء الإسلاميون عن مراكز القرار في أغلب المؤسسات داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية السودانية بناء على الطلبات الخارجية وبالتالي انضم هؤلاء للمعارضة وأضعفتهم أو أضعفات السلطة من داخلها ماذا تقول في هذه النقاط؟ نعم أخي الكريم السودان يمر بأزمة والتعاون مع الدول أمر مشروع ومعتاد في السياسة الخارجية ولكن السودان الآن لديه من الموارد ما يستطيع أن ينهض به ويتجاوز به هذه الأزمة وهناك معالجات تجري الآن وبدأت تأتي ثمارها أما النقطة الأخرى قضية المحاور قضية المحاور السودان بنى سياسته أن تكون له علاقات مع الجميع مبنية على تبادل المصالح والاحترام المتبادل فيتحرك بمزيد من الحرية في هذه القضية وله علاقات متميزة مع دول كثيرة تربطه بها هذه المصالح وقد قطع شوطن في ذلك ووجد استجابة جيدة ربما لا تكون بنسبة 100% من كل الناس ولكن حتى الآن تشكل وضعا جيدا لأن السودان لا يؤمن بالقضية المحاور بقدر ما يؤمن بتأسيس العلاقات اعتمادا على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل النقطة الثانية أن هذه المبادرة هي مبادرة داخلية يغودها السيد الرئيس الجمهورية وهذه الدعاوة التي ذكرها الأخ الكريم دعاوة كنا نسمع فيها من قبل ومن سنين ولم تأتي أكلها لا بد الإنسان الذي يتعاطى مع السياسة السياسة تمارس في الواقع وليس تمارس في الخيان فالواقع يكذب كل هذه الدعاوة وهناك افتراضات هي ليس موجودة في الواقع الآن السودان يعيش في أوضاعه الطبيعية فهم يكبرون من حجم وسعادتهم في ذلك بعض أجهزة الإعلام في حجم الذي تم في السودان فهذا لا يرغى أن يزغل حكومة أما الشعار نفسه الشعار نفسه الشعار إغصائي الشعار إغصائي حكاية تزغط بس هذا الذي تريد أن تزغطه لا يمكن أن يضع نفسه مكتوف الأيدي وينظر لك وأنت تطالب بهذا الشعار الإغصائي شكرا جزيلا لك استفتاء عبر الانتخابات عبر وسائل الاستفتاء وليس عبر مظاهرة يمكن أن تحسب أفرادها دكتور محمد المصطفى الضو لا تستطيع أن تدعي أنك تمثل رأي الشعب نائب رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني من الخرطوم أشكرك جزيلا شكرا أستاذ خالد أسمع ردك مباشرة على هذا الكلام أضيف سؤال لأنه كمان الوقت أصبح ضيق وهذه آخر نقطة تتعلق بخيار التنحي خيار التنحي تحديدا بالنسبة للرئيس عمر البشير يعني أن هناك في خلفية المشهد مسألة الجنائية الدولية لذلك لن يتنحى الرئيس عمر البشير لأنها في مخاطرة شخصية له وبالتالي هذا المطلب يبدو صعبا على الرئيس البشير وبالتالي ستذهب الأمور إلى نهاياتها أليس كذلك طبعا ابتداء طبعا دكتور محمد ناقض نفسه في أقل من دقيقة بدأ مداخلته بأن السودان يعيش في أزمة وختم مداخلته بأن الأوضاع في السودان طبيعية عليها أن يستقر على موقف واحد هل هناك أزمة تقدم بناء عليها البشير بمبادرة للاستجابة لها أم أن الأوضاع الطبيعية وما نقوله نحن هو الخيال ومفارق للواقع النظام لا يستطيع أن يدفن رأسه في الرمال أكثر من ذلك إرادة الشعب السوداني واضحة جلية يبقى مسألة رحيل النظام حتى مسألة الجنائية يا أخي العزيز البشير اعترف من قبل في التلفزيون بأننا قتلنا دماء كثيرة في دعرفور يبقى لا يمكن أن يرهن مصير البلاد برغبة للفرار من العدالة إذا كان ابتداءا هو مقر وعلى رؤوس الأشحاد بأنه قتل الآلاف من المواطنين الأبرياء في دعرفور بالتالي لا يمكن أن يحدث ثلام مستدام في السودان على حساب العدالة لا يمكن إطلاقا وبالتالي مسألة أن والله يا أخي الناس يقولوا حل وما يقولوا حل دي مشكلته وما مشكلة الشعب السوداني ولا يستطيع أن يختطف البلاد رهينة من أجل الفرار من العدالة الآن في السودان المسار أصبح واضح وأنا أفتكر أن الحقائق الموجودة على الأرض لا يستطيع أحد أن ينكرها الحقائق الموجودة على الأرض إن السودانيين استطاعوا هزيمة نظام يمارس ضدهم أبشع أنواع الانتهاكات في صد حقهم في التعبير السلمي عبر وحدتهم وعبر تنظيم وعبر استمساك بالسلمية ثورتهم وعبر إيمانهم بالقضايا التي خرجوا أشكرك جزيلا الشكر أستاذ خالد عمر يوسف تالوقت آسف منصوص عليه في إعلان الحرية والتغيير ودوم توافق عليهم من قبل كل القالب السوداني لحزب المؤتمر السوداني من لندن أشكرك جزيلا الشكر مشاهدينا فاصل نفتح بعده الملف الثاني في مسائية الليلة جددا حياكم الله أعلن الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو قطع العلاقات مع كولومبيا وطرد سفيرها ودبلوماسيها من كاركاس مادورو وأمام تظاهرة حاشدة في العاصمة أكد مواصلة الحكومة عملها في إدارة البلاد واستمرره في الحكم وقال إن الرئيس الأمريكي يريد الاستلاء على ثروات فنزولا النفطية أحرق مناصرون للمعارضة الفنزولية على الجانب البرازيلي من الحدود آليات لمواطنين فنزوليين وفيما فشلت محاولات اختراق المعابر شاحنات صغيرة تقول المعارضة إنها تحمل مساعدات احتشد الآلاف على الجانب الكولومبي من الحدود في محاولة لإدخال شاحنات مناصر المعارضة تفز الشرطة الفنزولية التي ردت بإطلاق الغاز المسير الدموع فنزولا تغلق حدودها ثلاثة معابر مع كولومبيا أغلقت حماية لسيادة البلاد وأمنها نائبات الرئيس الفنزولي غرادت على تويتر قائلة إن الأغلاق المؤقت يأتي على خلفية التهديدات الخطيرة وغير القانونية من قبل كولومبيا ضد بلادها من جهته استغرب وزير الخارجية الفنزولية الازدواجية الأمريكية التي تصر على إدخال المساعدة بالقوة من جهة وتفرض العقوبات على بلاده من جهة أخرى محذرا من حرب إعلامية تشن ضد فنزولا لتشويه الحقائق استنزفت أمريكا عقوباتها لتطويع فنزولا تناور هذه المرة من باب مساعدة تقول إنها إنسانية لكن الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو يؤكد أن هذه البضائع المكدسة في كوكوتا الكولومبيا دست فيها السلاح للمعارضة تتعالى الأصوات المنددة بالتدخل الأمريكي ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فسيل نيبنزيا دعا مجلس الأمن الدولي إلى الرد فورا في حال حدوث استفزازات في فنزولا فيما رفضت الخارجية الصينية أي تدخل عسكري وكذلك نيكاراكوا أما كوبا فوقع أكثر من ثلاثة ملايين مواطن فيها على عريضة شعارها ارفعوا أيديكم عن فنزولا هذا الرفض يقابله تعنت أمريكي لإدخال المساعدة حيث دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الجيش الفنزولي إلى عدم عرقلة إدخالها أما وزير الخارجية الأمريكي فهذا كان رده إدارة الرئيس ترامب ليست مستعدة لدعم شعب فنزولا فقط بل شعبي كوبا ونيكاراكوا أيضا آمل أن يفهم مواطنو هذه الدول أن الاستبداد المفروض عليهم وأنظمة الفساد ليست بالقضية المستعصية وأن الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشون فيها ليست بالقضية التي لا يمكن التغلب عليها هناك أمل في أن تكون لديهم حياة أخرى إذا بذروا جهودهم لتحقيق وضع سياسي أفضل سواء في فنزولا ونيكاراكوا أو في كوبا فنزولا الدولة يحتشد شعبها في الساحات ليؤكد أن الصفوفه عصية على الاختراق يبعث من خلال رقصته الشعبية التي كان يفضلها الراحل هوغو تشافاز رسالة تقول إن شعب فنزولا لا تجذبه إلا أنغام لاتينية لمناقشة هذا الملف عفوا معنا من كاراكس النائب السابق في البرلمان الفنزولي ورئيس الاتحاد الأندية والمؤسسات العربية في فنزولا الأستاذ عادل صغير أستاذ عادل حياك الله هل أني أبدأ معك أو اسمح لي أن أبدأ معك من ما أعلنه رئيس الجمعية التأسيسية في فنزولا قبل قليل على تويتر حيث قال أنه تاريخ الثالث والعشرين من شباط ذهب مع الريح ولا يعني فشل الحركة في يوم الموعودة في هذا اليوم فشلت هل فعلا ترى أو تتفق مع هذا الرأي أن ما يجري هناك لم يحقق أهدافه لا شك أنه السبب الأساسي لكل هذه الحركة وكل هذه المصرحية التي تطورت في آخر أيام هدف الأساسي كان العسكر شخ الجيش كل هدف الأساسي لكل هذه الحركة أنا لا أكاد أسمع الصوت الصوت يتقطع بشكل كبير سنعرض هذه القراءة لزمين محمد محسن وسيتم خلال عرض هذا التقرير إصلاح التواصل بيننا وبينك لتعيد ما كنت تقوله مرة أخرى أساد عادل إذا كنت تسمعنا نتابع قراءة زمين محمد محسن في هذا الملف ثم نعود ربما تكون حربا تبدأ برقصة وليس بعيدا أن تكون تهديدات المسؤولين الأمريكيين لفنزولا أبعد من حرب نفسية وليس بعيدا أيضا أن تكون كذلك وليس بالضرورة أن يكون جنود دونالد ترامب في الواجهة بداية فبوجود خامات سياسية كأخوان جويدو تبرر للخارج تدخله مهما كان سافرا قد تبدأ المواجهة داخلية بعضها هنا على الحدود البرازيلية الفنزولية في مشهد ينذر بالأسوأ وليس أدل على ذلك سوى اتكال البيت الأبيض على تقارير صحفية تفيد بوقوع قتلى وباستخدام العنف من الجيش الفنزولي لاستهداف كاركاس يتحدث ترامب عن نهاية الاشتراكية والشيوعية في أمريكا اللاتينية يحذر مستشاره للأمن القومي جون بولتون العسكريين في فنزولا من عرقلة المساعدات الأمريكية ويهددهم بتحمل مسؤولية ذلك ثم يلغي زيارته إلى كوريا الجنوبية بسبب الوضع الفنزولي وزير الخارجية مايك بومبيو يعد بدعم شعب كوبا ونيكاراجوا وليس فقط فنزولا هي وصفة جاهزة للتدخل ولإشعال الحروب الداخلية ما ينفع عبر التدخل في الحرب السورية قد تكون تداعياته أخطر في الحالة الفنزولية لأسباب ترتبط بالتماثل الجغرافي بين واشنطن وكاركاس في المعسكر الآخر مواقف واضحة في استعدادها لمواجهة المسارات التي يمكن أن تتطور إليها المواقف الأمريكية الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا روسيا توقعت استفزازات أمريكية تحت ستار المساعدات وطلبت من مجلس الأمن القيام بدوره إذا حدثت كوبا وبوليفيا ونيكاركوا والمكفيك دول تقف في الصف الفنزولي متجاوزة التهديد الأمريكي البارز أيضا إعلان وزير الخارجية الفنزولي عن اجتماع نحو 60 دولة من مجموعة الدفاع عن السلام ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة ووضعها خطة عمل ضد العدوان على فنزولا بسيناريو شبيه ببدايات الحرب السورية يتسم المشهد الفنزولي اليوم من دون القطع بتماثل الحالتين أو بتماثل مآلاتهما لكنها مؤشرات يتشابه بعضها إن لجهة التوترات الحدودية والتدخلات الخارجية أو لجهة خرق البيئات الاجتماعية الحدودية كاستخدام قبائل فنزولية من أصول هندية في المعركة ضد كاركاس أعود إلى كاركاس وإلى الأستاذ عادل أصغير أستاذ عادل حياك الله كنت قد سألتك حول سيناريو الحدود تحديدا في فنزولا وبشكل أدق لجهة كولومبيا إن كان هذا السيناريو قد فشل أم لا زال بعد نحن نقل بأن الفشل التواضح يعني بكل الحركات التي بدأت منذ شهر إلى الآن وخصوصا هذه الحركة الأخيرة نقلت بفشل كامل هنا أنا واضح بأن وحدة الجيش هو الأساس في الناس لكل هذه الحرب الاجتماعية التي حركت من كل وكالات العلام العالمية والتي شاركت فيها حتى وكالات العلام أكبية للأسف الهدف الأساسي من كل هذه الموضوع هو الجيش الجيش لا زال متوحد وأكد على وحدة الصفوف أمام هذه الحركة التي حقيقة الموثف أن هناك الدول شاركت هذه العملية هناك موقف من قبلناه برئيس برازيل أكد فيها بأن برازيل لن تشارك بأي عملية عسكرية ضد منزولا وهي تحترم مات هل تلمس من خلال هذه المواقف تراجع عسل عادل أم تصعيد هناك تراجع هناك تراجع لأنه على سبيل المثال دولة كوسترريكا أخرجت المجموعة التي احتلت السفارة باسم غويدو باسم الرئيس المثمين وإذا أخرجته من السفارة وسلمت من جديد السفارة للسفيرة يعني السفيرة الشرعية لبنزولا في كوسترريكا وهذا الموقف هذه معلومات هامة بلا شك أستاذ عادل لكن اليوم أو خلال يومين الماضيين سجل حضور كثيف للمسؤولين الأمريكيين على الحدود مع كولومبيا كان السفير الأمريكي في كولومبيا كيفين ويتكر أيضا على حدود الكولومبية الفنزولية وتحدث للصحفين عن المساعدات كان هناك مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جرين وأيضا السيناتور ماركو روبيو كل هؤلاء المسؤولين على الحدود ماذا يؤشر بالنسبة مسؤولون الأمريكيون طبعا ماذا يؤشر هذا الحضور الأمريكي في تلك النقطة في هذا المكان صبعا هناك تصعيد من قبل ممثلين وأصحاب وأصدقاء الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الذين يرون بأن ما يحدث ممكن يحدث أن ديبنزويلة لصالح مخططات ريس ترامب تتضمن نجاحه في الرئاسة الثانية وعشرين هناك اللعبة أيضا الديمقراطيين لا يهمهم بأن دونالد تروند يربح هذه الرئاسة من جديد يعيد انتخابه إذن هناك حركة في أمريكا اللاتينية ليست فقط في موضوع الموضوع مش بس نزيلة الموضوع هو أيضا إضافة لأنه أهمية البطول لكل الشركات التي تكالبت على بنزويلة أيضا هناك الموقف الديمقراطيين الذين يتحركون في الولايات المتحدة ضد هذه المواقف لا شك أن هذه ستعطي أخبار مهمة في الساعات المقبلة وخصوصا الفشل الفشل نحن نرى في شوارع في الزويلة الحياة العادية برغم أن يوم ثبت يكون في حركة أقل بالعكس هناك حركة جيدة من قبل الناس في محلات كثيرة تشتغل المواطنين يمارسون حياتهم الطبيعية في الحذاق هنا أسجل ملاحظة أستاذ عادل خلال أيضا اليومين الماضيين تتعلق بتعامل المنظمات الإغاثية الدولية مع قضية المساعدات الكولومبية الأمريكية عبر كولومبيا إلى فنزويلا تقريبا كل المنظمات الإغاثية الدولية تقريبا أو غالبيتها العظمى نأت بنفسها عن هذا الموضوع بشكل كامل وكأن المنظمات الدولية أشارت بشكل غير مباشر إلى أن المسألة ليست مساعدات بهذا الموقف هذه ليست مساعدات كثنية لأنها لا تشتغل تحت مظلة الممتحدة ولا تعمل تحت مظلة الفليب الأحمر هذا السبب المبثل على الفليب الأحمر في كولومبيا رفض أن يسمي هذه العملية مساعدات وهناك تصريح آخر مهم بالنسبة لأمريكا الأسنية وهو تصريح إنسوسة اللي كان قبل سكرتير منظمة دول أمريكا الأسنية وقال بأن هذه مسرحية ما يحدث في كولومبيا هو تشيلي هو السناظر تشيلي يعني برامان تشيلي وقال بأن هذه المسرحية مقرفة بالنسبة لتشيلي بأن رئيسها يذهب إلى حدود من دولها ويشارك في هذه المسرحية وهو يدعو رئيس تشيلي بأنه يتوقف عن هذه العملية ويرجع إلى تشيلي ليقوم بمهامه كرئي جمهورية ولا يصاعد الخلافات مع دولة يعني أكساسا نؤكس بأن تشيلي بالفترة الأخيرة كانت تحاول بفترة الحكومة الاشتراكية كانوا يحاولون أنه يعطوا صورة جديدة لتشيلي بأنها مغسقة ومساعدة لإحياء العثارات السلمية بين دول أمريكا اللاتينية أشكرك جزيلة شكرا أستاذ عادل صغير نائب السابق في البرلمان الفنزويلي ورئيس الاتحاد الأندية والمؤسسات العربية في فنزويلا كنت معنا مباشرة من كراكس المسائية انتهت في ختامها تذكير بعناوين ملفات هذه الليلة تغييرات في مواقع السلطة في السودان غدا تعلني حال الطوارئ البشير يعين وزير الدفاع نائبا أول له والحزب الحاكم يؤجل مؤتمره فهل أصابته الأزمة الاحتجاجات تتواصل رغم حال الطوارئ وتجمع المهنيين السودانيين وقوى معارضة يؤكدون تمسكا بمطلب تناحي البشير واشنطن تصاعد على حدود فنزويلا مع كولومبيا والبرازيل لكسر وحدة الجيش البوليفاري ومدورو يقطع العلاقات مع كولومبيا ويؤكد استمرار حكومته في إدارة شهر البلاد مزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت باللغتين العربية والاسوانية إلى اللقاء اشتركوا في القناة